مصطفى فتحي مش بس تنازل عن مبلغ كبير من إيمة عقد ومع التعاون السعودي عشان الصفقة تتم لا ده كمان راح نادي الزمالك النهاردة وتنازل عن مليون ونصف مستحقات متأخرة ليه عشان ياخد مخالصة ويبقى جاهز للسفر خلال أيام والله موقف محترم من مصطفى فتحي والله محترم يعني عشان بس ايه فيه ناس كتير هجمة مصطفى فتحي وانا قلت لكم الكلام ده مبارح مفيش لعب في مصر كلها ولا مصري ولا أجنبي عنده ولاء للفرق اللي بيلعب بليها قد ما بيبقى عنده ولاء لنفسه يعني هو بيبقى عنده ولاء مع الفرق اللي بيلعب بيها لو هو مستكفي مدية وملايا بيبقى عنده ولاء طبعا بيلعب برجولة وإخلاص لكن لو حسيت أن الأمور المدية بالنسبة لها تبقى أحسن في حتة تانية أيه لعيب دلوقتي بقي سي فعشان كينا الموضوع ده ما بقىش يهزيني ما بقىش يوترني ما بقىش يفكر فيه ما بقىش باخد السهل يعني هو السهل اخدوا بالكو انه ايه اطلع هاجم مصطفى فتحي وقول انت ازاي تعمل كده وبتاع فنادي الزمالك وجميل نادي الزمالك وهيبون مبسوطين اطلع هاجم لعب النادي الاهلي اللي مش من النادي الاهلي فالنادي الاهلي دي السهلة بس هو انا عايز ابقى واقعي مع حضراتكم يعني انا بحب فرقة ففيه لعب بيمشي منها بزعل عليه جدا وبغضم منه جدا وبدايق جدا عشان بحب فرقتي اكتر منه تمام بس خلونا واقعيين مبقاش فيه لعب عنده اي ولاء لنادي في مصر كلها كلها مع كامل الاحترام اي لعب انت بتحبه وشايفه عظيم ومخلص هو بس ما جالوش عرض قوي جدا برا فقاعد معك مخلص ولطيف لكن لو كان جالو عرض اكتر كنت هتلاقيه بالشكل ان انت بتتسدم منه كل شوية كل مرة بتتسدم بنفس الشكل يعني عموما ده كل جماهير يعني بشكل عام مش بس جماهير نادي الزمالك